يرى محللون بأن مصادقة كنيسة الاحتلال بشكل نهائي على قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من أسر الداخل الفلسطيني والقدس في حال تلقيهم مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية بأنه يأتي ضمن حملة تصعيدية جديدة لحكومة نيسينياه المتطرفة ويهدد بنكبة تهجير جديدة في القدس والداخل المحتل مع تحرر عميدي الأسر كريم وماهر يونس الشهر المنصر من الأسر بعد أربعين عاما بدأت مساعي نواب الكنيسة المتطرفين لسن قانون عنصري يجعل من إبعادهما وسائر الأسر المحررين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى الضفة الغربية أمرا قابلا للتطبيق حيث نجح أعضاء الكنيسة بتمرير القانون نهائيا بأغلبية أربعة وتسعين نائبا لسحب الجنسية من أسر الداخل والقدس إذا تبين أنهم حصلوا على مخصصات من السلطة الفلسطينية هذا يندرج في إطار مخطط الترانسفير التي تتوافق عليه مجموعة من الأحزاب الإسرائيلية هم يعتمدوا تجزئة المواضيع والتسلل لتنفيذ فصول عملية التهجير الجماعي والفردي للشعب الفلسطيني من خلال جملة من الإجراءات التي أحدها سيكون هذا الإجراء الخطير القانون الذي سيمكن الاحتلال من تجريد أي منفذ لعمليات مقاومة من الإقامة أو الجنسية يعتبر دليلا إضافيا على عنصرية حكومة الاحتلال التي قامت بإنشاء نظامين قضائيين مختلفين لصالح الاعتبارات القومية اليهودية وفق ما يرى مراقبون كما ويشكل القانون نكبة تهجير جديدة لكل فلسطيني يعيش ضمن حدود مدينة القدس والداخل المحتل هذا خرق للقانون الدولي الإنساني خرق لقوانين حقوق الإنسان خرق لاتفاقية جينيف لسيما الاتفاقية الرابعة التي تحدث عن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال ولكن مرة أخرى ما تكون به دولة الاحتلال في القدس على وجه التحديد له علاقة بالديمغرافيا والجغرافيا له علاقة بالرواية وبالأسبقية التاريخية هذا المخطط الذي ينفذ لم يتوقف مع أي حكومة إسرائيلية سابقة وهذه الحكومة الأكثر فاشية والأكثر عنصرية أيضا تسابق الزمن من أجل أن يكون هناك إحلالا للمستوطنين في القدس المحتلة ويأتي القرار العنصري كحلقة أخرى في مسلسل استهداف الأسرى المحررين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل إذ بدأت حكومة نتنياهو المتطرفة بالحجز على أملاك أسرى محررين وحساباتهم البنكية بحجة تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية قرار يلاحق 243 أسيرا محررا في مدينة القدس حتى الآن من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤية آية الخطيب